السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبايبنا اللي متابعيننا النهاردة ان شاء الله هنتكلم عن مكرة الصنفرة الماكنة الجديدة اللي هي عليها طلب كبير وعليها قبول كبير جدا من الصناعية والسادة المهندسين شغلها ممتاز جدا جدا بيزبط معاك الحوائط وبيزبط المطبات وبيزبط كل حاجة فان شاء الله النهاردة هشرح لكم الماكنة وهي جائلة الجديدة ازاي تجمعها واشرح لك كل جزء فيها واحدة واحدة بس انت خليك معايا علشان خاطر وانت جاب الماكنة جديدة ما تضرهاش او تبوز فيها اي حاجة فانا انا هوريلك ازاي هتجمعها بناء على طلب بعض الاخرى الفنيين طلب مني ان انا اعمل له فيديو ازاي نجمع الماكنة وهي لسه جاية جديدة بيتكون طبعا لسه انت تايه فيها لانك ممسكتهاش قبل كده هوريلك كل جزء فيها واحدة واحدة وهشراح لك كل جزء فيها هشرح لك كل قطعة فيها وكل منطقة فيها وازاي تتشغلها تمام الماكنة هشرح لك بكل بساطة بس انت تابع معايا هوريلك كل حاجة عندنا الخرطوم بتاعنا ده ده الخرطوم بتاع الخرطوم ده ده المفروض ان انت بياخد العفرة والغبار يمشي في المصورة او في اليد وبتركب مكنسة هنا في الاخر المكنسة تشفت الغبار بتاع الصنفرة كله عن طريق الخرطوم ده وبتمشي في في المصورة المعدن او اليد الزنة بتاعتها تخش المكنسة طبعا لو ما فيش اي مكنسة هتشتغل وده الطبيعي اللي احنا كلنا بنعمله وبنشغلش مكنسة فخلاص ما لهاش لازمة عندك هنا الدراع بيبقى مترحرك يمين وشمال فوق تحت هو متصنع بانه تجيب كل الزوايا عندك الفتحة ديت يا سيدي لما بتقفلها كده بتكتم العفرة خالص فالافضل ان انت بتفتحها بحيس ان هي بتطلع العفرة من هنا طالما ما فيش مكنسة تمام طيب عندنا هنا الجزء ده لو انت عايز تقفل على الزوايا بيتفك من هنا كده بس انا طبعا ما بفكوش ومفضل شيء ان انت تفكو لان هيعمل معاك دوير في الحيطة بس انا برضو هفكو واريلك وبتفك ازاي لان انت اكيد طبعا الماكنة هتيجي في ايدك لازمة هتلعب في كل حاجة فيها ولازمة هتبقى عايز ده بيركب ازاي بتفكر وبتاع ايه وكده الجزء اللي يتفك ده علشان خاطر انت تخش بالصنفرة لحد الزوايا كلها وتجيبها ولكن برضو انا بقرار لك تاني انا مفضلش ان انت تفكو تمام طبعا وبيخش زي مشبك كده مشقرية بيخش فيها فهي طبعا بتبقى انا طبعا عشان ما بفكهاش كتير فهي فيها شوية عفرة وكده لكن ايه خلاصة هي تكرتها لكم مكانها تاني الماكنة دي طبعا يا جماعة عملية جدا جدا لازل الناس اللي سألتنا عليها شايفين هنا في اربع سلسة اربع مساعدين متحركين اهمت علشان خاطر الماكنة تبقى احنيين على الحيطة وتاخد وتدي مع المطبط لو فيه اي مطبط او فيه اي حاجة ما تبقاش الماكنة شديدة على الحيطة معمول لها اربع مساعدين بسوسة تروح وتيجي معاك غير ان هي طبعا سفنج فطبعا المساعدين دولت مهمين جدا جدا برضو في الشغل والدراع طبعا متحرك يمين وشمال فوق وتحت بحس ان هي تبقى سلسة معاك على الحيطة في كل الزوايا ما تزهقك شي طيب هليجي هنا بقى لما بتجي ضغير قصر الصنفرة لازما تضغط على القرص السفنج كده وتشيل علشان خاطر ما تقطعش القرص السفنج ويبوز منك بتيجي تلزق بتوستن فرخ الصنفرة على الاستوانة على القرص بتاع الماكنة توستنه كويس وتحطه كده خلاص هو كده لازق وركب بيبقى طبعا سكوتش هتيجي تشيل قولنا هتروح مساليكا كده وراحة وتضغط عليها بصبعك وتشيلها علشان ما تقطعهاش وبوز منك الفرش اللي في الجنب ده عبارة عن زي الفرش كده في الجناب ده مهم جدا 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 بيلم العفرة تاني حاجة لما تيجي تحط الماكنة على الحيطة ما يعملش معاك دواير في الحيطة يعني الفرش ده لو مش موجود هتلاقي الصنفرة تعمل معاك دواير اول ما تيجي تحطها على الحيطة او كده تاني حاجة الاطار اللي في الداير اللي هو اللي في الاحراف ده برضو علشان خاطر لو انت دخلت بالمكانة الصنفرة على الحيطة في الزوايا وما يجرحهاش يعني لو لو الداير اللي في الجناب ده مش موجود ده القرص طبعا سفنج لو الداير اللي في الجناب ده مش موجود ودخلت بالقرص جنب الحيطة جنب الزوايا هيجرحها كلها فده حماية والقرص طبعا بيلفر في الوسط زي نظام جليتر وخام اكيد فيكم كتير جدا عارفها طيب هنجي بقى بعد كده ديت المبينة وده هنا الشربون الناس اللي بتسأل يا جماعة الشربون بتغميه الشربون بتغميه هنا بتفكه بالمفك من ناحية الاتنين هي الماكنة بيبقى جاي معاها شربون زيادة الشربون يا جماعة بتانك شغال به دي طبعا التهوية بتاعت المبينة اللي بتدخل هوا بتانك شغال بالشربون لحد ما تلاقي الماكنة بدأت تقطع تشتغل وتقطع تشتغل وتقطع تعرف ان كده الشربون بدأ يخلص معاك وهو بيعيش فترة طويلة جدا يعني ما تحملش هم تمام طيب هنجي بعد كده اه نتكلم على الدراع هنا احنا اقولنا ان هو متحرك بيجي معك في كل الزوايا بيخليك تبقى شغال بكل ارتياحية كبيرة جدا السستة ديت برضو تبقى جاية معاها هوريلك لازمتها يفيه هنا الخرم اهوات شايفينه بتقوم شابك فيها السستة كده لما بتيجي تشتغل في السقف كده الماكنة تشتغل معاك في السقف وتمشي معاك في السقف وتمشي معاك احسن من الحيطة كمان بتبقى يعني جميلة جدا بصراحة في الجيبسون برضو في الحاجات اللي هي لو اشتغلت فيها باديك يعني ممكن تأذيها الماكنة بتزبط فيها كتير جدا تمام زي ما انتم شايفين اه اما بتجي تشتغل بقى طبعا مش مشغلها وهي شغلها هوريلكم حالا وهي شغلها بتبقى انت شغال يمين شمال فوق في الجنب تحت وما فيش اي مشكلة خالص وهي طبعا اليد بتاعتها الامونيا فخفيفة ما اشتغلها يعني طيب ده بقى كالشفلد برضو متحرك بتجيبه شمال يمين فوق تحت بخبال حضرتك طبعا كل شرط يمين صح وكده بتنظفه علشان خاطر يدي لك الاضاءة المطلوبة هوري هنا الاضاءة بتاعت الزوار بتاعه المفتاح بتاع البور بتاعه هنجي بعد كده بتركب اليد ديت هقول لك تركبها ازاي بركز معها كويس جدا فيه فوق خرم هنا هوريلك الخرم ده هيروح فين دلوقتي وهنعمل في ايه عندك هنا ده المكان بتاع المكنسة لو هتركب مكنسة بتخش تشبك في الفتحتين دولت بس طبعا ما فيش حد هيعمل الكلام ده تمام طي عندنا برضو اليد ديت هوريلكم حالا فيها ناحية مضلعة وفيها ناحية مدورة طبعا الخرطوم ده لو اتشال ما اي لازمة عادي بس هو عامل منظر للمكن وخلاص لكن هو زي عدمه بصراحة يعني طالما ما فيش مكنسة اما لو في مكنسة يبقى خلاص زي الفول هنا الزرار بتاع البور اللي حضرتك بتعلي وتوطي منه هنا التيكت اللي تحت ده اللي هيخش في الخرم اللي في اليد ديت هوليه انا رهولكم حالا وانا بركبها كده يعتبر انا تقريبا شرحت لك المكنة من اولها الاخرها هنا المفتاح ده اللي وفي الجنب ده بتدخلها بتفتح اليد كده تقوم توسع الفتحة بتاعتك علشان خاطر تدخل الزينة الزينة هنا الفتحة ديت والتضلعة ديت بتبقى ناحية فوق تمام الناحية اللفة ديت ناحية تحت هي هتلاقيها المنحلة بتاعها والتطبيع بتاعها في اليد باين وواضح الخرم ده هيبقى من فوق هو اريلك حالا هو معمول ليه طيب الخرم ده عشان حضرتك لما تيجي تشتغل في السقف او في حاجة عالية بتسحب الزينة لورا فالزرار ده اوتوماتيك بيقوم نازل عليه افلي مفتوح وافلي مقفول الزرار ده اوتوماتيك بيروح نازل في الخرم بتاع الفتحة فخلاص بيعشق فيها علشان لما تيجي تشتغل في السقف او كده بعد كده بتقف اليد بتاعتك اللي في الجنب بتزنق على الزينة وانت ايه بتشتغل طبعا بتطلع وتنزل حبيت بعد كده تطولها لو هتشتغل في سقف مثلا او هتشتغل في حاجة اعلى بتفتح اليد بتاعتك زي كده بتشد الزينة بالتانيك شايدها بنراحل حد ما الزرار ده بيقوم هو نازل في الخرم لوحده هو في سستة من جوة بتنتشه ينزل على الخرم على طول فخلاص كده هي عشاق تمام الفيديو ده جماعة مهم جدا لاي حد هيجيب مكناة جديدة بنلاقي عليكم علشان ما يبوص حاجة يعني المكناة غالية فحرام علشان خاطر ما بوزهاش اتفرج على الفيديو كويس جدا وركز في كل حاجة فيه علشان خاطر اما تيجي تشغلها مفيش حاجة ببوز منك كده انا سبت الزينة هوت وبتشتغل في السقف بتاعك وانت واقف على الارض زي الفل طبعا ده كله انا لسه ما شغلتش انا بس بشرح لك المكناة من اولها لاخرها وبعد كده ان شاء الله هجرب لك في الاخر هنا الزهار اهو زي ما انتم شايفين انا هوري لك ازاي الزهار بينزل لوحده في الفتحة بتاعته هنحط الزهار بتاعنا هنحط الفيشة هناك الشاب بتاعنا اهوة عايز ايد وتطفيه براحتك البار بتاعه من ورا طبعا بتحرك فوق تحت شمال يمين على حسب الاضاءة اللي عندك على حسب الجدار اللي عندك طبعا الكشف ده جماعة بيغنيك ان انت لو عايز تشتغل فضل ما بتشتغل لو الاضاءة مش مساعدك انت ما انتش محتاج اضاءة اصلا ده بالعكس كل ما تكون اضاءة ضعيفة في الغرفة اللي انت شغل فيها بيكون افضل لك لان هنا الكشف بتاع المكنة بيبقى ضوء عالي فبيبين لك اي حاجة في الحيطة زي ما انت شايف القوص بيلفة اهوة هنا لو خبطت في الحيطة عادي ما فيش اي مشكلة القوص مش طالب انت لو جيت جنب الزوايا زي ما قلت لحضرتك امان امان جدا قد الزاويا اهيت بتشغل المكنة عادي جدا ما فيش اي مشكلة تمام طيب هل انت هتالك ضغط بالزوايا كده طول ما انت شغل استحالة طبعا هقول لك يا سيدي انت بتضغط على الزوار وفيه هنا زوار امان زي نظام الشانيور بتقوم التك عليه كده تضغط عليه وتسيبه اهي المكنة شغلة هيت وانا مسكها هوت من ورا بيد واحدة مش هتالك بقى ضغط على التيكت بتاعها لأ انت خلاص بتضغط مرة واحدة وتثبت الزوار بتاعها وتسيبها هي شغلة انت كل ما عليك ان انت تمسك المكنة بتتحكم فيها وخلاص اما الكهربا خلاص الكهربا ثبتة وهي شغلة طبعا بتمسك المكنة بالوضعية بتاعتها هم عمليلك وضعية متزبطة على كده وهنا بتطلع وتنزل ملحوظة برضو يا جماعة كده كده الشغل اللي حضراتكم شايفين قدامكم ده ما فيش عفرة طلعة لان انا ساحب اربع سكاكين ومبطن المعجون فعلشان كده ما فيش عفر انا بس بعمل كتجربة ان انا اواري لك المكنة بتمشي ازاي وبتطلع ازاي تمام لكن انا طبعا لو هصنفر معجون هتشوف العفرة بتاعتها وهتشوف شغلها لكن انا خلصت صنفرة وعدت المرحلة دي كلها وانا بس بوري لك ازاي تجيب السقف بوري لك ازاي ان هي هتشتغل معك في الحيطة يعني انا عامل الفيديو لحضرتك انت رسم مش عشان انا هتشتغل لا انا خلاص انا متخلص بها شغل وتخلص كل حاجة تمام انا بس بوري لك ازاي تمشي معك في اللسقف تمشي معك في الحوائل بوري لك ازاي انت تجيبها جديدة وتجمعها وبدون ما تضر اي حاجة وبوز حاجتك دايما انت شغال بص على القرص بتاعك اا ان كان نعم غيره ما تسيبوش وتنك شغال به ما تقرص على الماكن قوي ريحها كل شوية علشان خاطر برضو ما تبص منك وتحافظ عليها وتكون ايدك انت بس اللي فيها وبكده يا جماعة يبقى احنا اا ان شاء الله قدمنا لكم الفيديو غيرات يكون عجبكم واستنونا ان شاء الله في الفيديوهات الجاية ومع السلامة في امان الله